منادي الوايبس مش بس للاطفال ومسح الادين. تعالوا بينا نشوف الفيديو ده استخدماتها الجميلة جدا اللي هتعجبك بازن الله وهتسهل عليك في تندفاط البيت. ياريت بقى تحطوا كده لايك للفيديو وتشجيع منكم لها وكومنت حلو وسو اسكراب لأول مرة تشوفوا القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الي وصحبيه وسلم تسليما كثيرا. فيديو كده على السريع كده شارك مع حبيبي اللي بيسأله عننا دايما وبيحبوا الفيديوهات وعايزين بقى فيديوهات كل يوم. فالفكرة حلوة جدا طيب بجيب المناديل دي يا جماعة بستخدمها استخدامات حلوة جدا في البيت. اول حاجة بنضف بها الاجهزة الكهربية. هي طبعا بتكون مبللة وكمان معقمة وبتسيب رحة حلوة وفيها حاجات كويسة كتير. فاقول لكم استخدماتي ليها في البيت. اول حاجة بمسك كده الاجهزة بتاعة الكهربية. الاجهزة الكهربية سواء بقى بتاعة الخلاط سواء هند بلندر سواء المضرب سواء العجان. شوفي انت عندك ايه الاجهزة بتاعتك بتاعة المطبخ. ومسكيها اللي هي الاجهزة نفسها اللي هي بتكون فيها المطور. بعيدا بقى عن الشفشة بتاع الخلاط والحاجات دي لها غسل تاني. تمام فبجيبها وبمسحها بقى على السريع. طبعا لو في حاجات صعبة معاك طبعا في فواصل وكده. بيبقى مخصصة عندك فرشة بتاعة اسنان كده للحاجات دي بتدخل ما بينها. وعندك سلاكة الودان برضو. بتدخل في التفاصيل الدقيقة. بتنظفيها وبتلمع معاكي. بتكون زي الفل. بيكون حاجة سهلة وسريعة بدون ان انت عايزة بقى لا تبلي ولا تبهدلي ولا سلك ولا الكلام ده. ده اول استخدام لها في المطبخ. تاني استخدام مفاتيح الكهربا. او الفيشة زي ما بنقول عليها. طبعا احنا كل ايد مختلفة بتفتح الكوبس ده وبتفتح وتقفل. فمفاتيح الكهربا بتبهد وتلحمس معانا. خصوصا لو عندنا اولادنا ايديهم من عصر شكولاتة فيها اكل عصير ايا كان. فما كان الفتح والقفل فبتلاقوا فيه لحمسة. وما ينفعش طبعا احنا نجيب مية آآ نحية الفيشة او ان احنا نجيب سلكة او الكلام ده من جواه عشان ما تدخلش جوا الكهربا ونالكهرب او يجرى حاجة. فاسهل حاجة اللي واحد بيجيب من قديل الوافز دي ويبدأ ان هو يمسح حواليها والمفتاح نفسه يعني مفتاح نفسه تقومي من مسح بيه كده ما بيجراش اي حاجة وحواليها والحطام كمان لو في اي بهدلة او في بقعة او ايدين حد متلحمسة برضو بمسح حواليها بتنظفها جدا وبتبقى سهلة وحاجة مريحة انا بحب كده على فكرة في استخدامات تانية كتير غير اللي انا عرضتها اه في الفيديو لسه تشوفوا معايا لانا صورتها بس بقولكم انا باستخدامها استخدامات كتير جدا يعني انا بحب من دير وابس دايما ما بتخلصش من عندي وبجيبها للاستخدامات دي لتنظفات البيت الرخام كله بجميع انواعه او الترابيزات اي حاجة سهلة وسريعة كده بيشيل تراب لو اي حاجة لزقة اي بقعة اي حاجة مش كويسة بتلاقي فيها كده لمعة حلوة كمان وبيسيب ريحة حلوة وحاجة سريعة جدا ومنجزة من غير بقى بلالان ولا فوت ولا حاجات كتيرة من اللي احنا بنستعطى بقى بعد كده الاستخدام اللي هنشوفه اللي هو الببان طيب مكان برضو الاكرة بتاعت الباب آآ من ايد لأيد ولحمسة برضو وهدلة ونفس القصة الاولاد واللي عندها اولاد طبعا بتلاقي ايديها بتطبع ما كان ما هي ماشية بقى على اي مكان فبامسك الببان وخصوصا الاكرة والاحراف بتاعت الباب نفسه اللي بتبقى حوالين الازاز دي بوافقة كده اتربة لزقة فبامسحها آآ فبتلمع بصراحة بتبقى سهلة ووريكو دلوقتي القطنة ما بتجزيبش الاستخدام اللي بعد كده للشونط والشوزات اعزاكم الله بحبت جدا الواحد هو خارج سريع كده ومش عايز بقى يستخدم بقى الورنشو الكلام الحاجات الصعبة دي والشونط بالذات هتتمسح بايه فالواحد بقوم جايه بالمناديل الوابس بقوم مساحة وخصوصا التفاصيل اللي بتبقى حوالين السوستة السير نفسه بتاع الشنطة الكلام ده هت اي حاك ده وجربيها بتديها لمع سراحة حلوة جدا وبتشيل اي اتربة اي اتساخات لو حد بيستخدم الوابس بالاستخدمة دي يقول لي كده في الكومنتات ولو في حاجة تانية يعرفني برضو بحبكم في الله اشوفكم على خير فيديو جديد وسلام عليكم اشتركوا في القناة